الجهة جاهزة للانطلاق The All Set, The Roof and Racing أيها السيدات والسادة انطلق أول يشواط الأمسية للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بمشاركة 6 من الخيل العربية الأصيلة انطلاقت الجلابي M855 بشعار المحمدية مع الفارس الإيطالي مارشالس جورس يلحق به ثانيا المرشح الأول الصقلاوي 1807 مع الفارس عبدالله فيصل بينما كروشان 1793 في المركز الثالث من جانب السياج هناك أملولشان 1865 مع الفارس حسين مكي ومن ثم ياتينا السويتي M887 وبجانب أيضا من جانب السياج السويتي 1819 إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع الجلابي M855 مع الفارس مارشالس جورس المركز الثاني هناك التقدم ياتينا من قبل كروشان 1793 بشعار استبل الروضة مع الفارس إبراهيم نادر المركز الثالث هناك المرشح الأول الصقلاوي 1807 مع الفارس عبدالله فيصل الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع إذن كروشان على صدارة هذا الشوط مع الفارس إبراهيم نادر والمحاولات قائمة من قبل الصقلاوي 1807 مع الفارس عبدالله فيصل من جانب السياج هناك ملوشان 1865 مع الفارس حسين مكي إذن الصدارة حتى الآن مع كروشان 1793 بشعار الروضة مع الفارس إبراهيم نادر وتدريب حسين الدلمي إذن كروشان يطير إلى أول يشواط الأمسي الخيل العربية الأصيلة بقيادة موفقة من الفارس إبراهيم نادر المركز الثاني الصقلاوي 1807 بينما المركز الثالث جاء بهم لولشان 1865 مع حسين مكي والمركز الرابع الصويطية 1819 مع عدنان جعفر